نروح حالي التطورات الجديدة والاحتمامات اللي قاعدين نشوفها حقيقة بالسعودية بالأثار كيف حنحميها وكيف حنستثمرها هذا اليوم حنصلت الضوء عليه ونتكلم أكثر عن القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الأمر اليوم في فقرتنا القانونية معانا المحامي والمستشار القانوني بدر الحميداني كلمنا عنها أكثر يهلا وسهلا فيك نورنا في البداية بس ودنا نبي نعرف أهم الصور العبث بالأثار واللي جرم عليها النظام عندنا في الوقت الحالي أولا نصبح عليكم وعلى جميع السادة المشاهدين بالخير الأمر الثاني صدور بعض الأنظمة أو التعديل عليها بعض الأنظمة قد تكون قديمة لكن تكون هناك إضافة في التشديد مثلا في العقوبة مثل نظام الأثار والمتاحف والتراث العمراني هذا يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء الهيكلة التنظيمية العدلية للأنظمة الجزائية من ضمن رؤية المملكة عشرين ثلاثين ويجب علينا نحن أن نساهم جميعا في إنجاح هذه الرؤية التي بناها وشيد صرحها اسمه سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإشراف من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه ما هو الله تعالى صراحة يعني فإننا قاعدين اليوم بنشوف نفسنا بمتواجدين أكثر يعني زي منطقة العلاق شوفنا أثار هناك إنه صار في المفروض يكون فيه وعي أكثر إنحنا فعلا مسؤولين إيش العقوبات والأشياء اللي إحنا فعلا مفروض نعرف عشان فعلا نحط حد لأي واحد ممكن يفكر أن أصلا يعني يروح للعبث لهذا الموضوع طبعا الأنظمة جعلت هناك عقوبات رادعة لكل من يعبث في هذه الأثار أو يتجرأ يعني بالاستلاع عليها أو سواء بسرقتها أو أخذها أو الاتجار فيها أو إتلافها هذه كلها صور مجرمة في النظام النظام جعل هناك عقوبة إما السجن أو الغرامة أو العقوبتين معا كلهم يعني بحسب الجرم اللي ارتكبه في هذه الصورة وليس هناك المجال يعني لسرد هذه العقوبات ولا هي قد تصل للسجن سنتين وغرامة مالية يعني بمبلغ وقدره لا يقل عمية ألف ريال هذه العقوبات على حسب طبعا على حسب الجرم اللي ارتكبه نعم أحيانا يكون مرتكب جرمين في واقعة وحدة طيب خلنا نقول الحين مثلا أنا على سبيل المثال مثل ما قالت مني شوية غادة رحت العلا وعجبني المكان ودخلت مثلا مداء صالح وحبيت أن أخذ شيء يذكرني في هذا المكان هذا فأخذ مجموعة من الحجارة الموجودة في مداء صالح هل هذا يعتبر جرم ولا هذه من الصور المجرمة الصورة مجرمة طبعا والنظام جعل يعني موظفين هيئة السياحة لهم الحق في ضبط المخالفات يعني هم وإن كانوا مدنيين لكن هم رجال ضبط جنائي في هذه الصورة كما نص على ذلك النظام فبإمكانهم تقييد المخالفة وإحالة الموضوع حسب النظام إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام ومباشرة الدعوة أمام المحكمة الجزائية في الموضوع ليس بالساهل جميل لو نتكلم عن جهود الدولة في المحافظة على الآثار لو نتكلم عنها أكثر طبعا الدولة اهتمت بالآثار نحن عندنا العولة الآن نشير لها وهي تعتبر عاصمة للآثار في بلدنا اهتمت في ترميم الآثار في رعايتها هذا من جهة الاهتمام لكن من جهة القانون جعلت موظفين هيئة السياحة والآثار يعني لهم الحق في تقييد المخالفات إحالة أي مخالف بصورة وتحديد العقوبة وتعيين جهات وليجان من ضمنهم لا بد أن يكون هناك شرعي يعني لا يقل عن ثلاث مستشارين للنظر في المخالفات وتحديدها ومن ثم إحالة ذلك للنيابة العامة للنظر في الدعوة فاهتمت يعني في جميع الواقع من حيث الضبط التحقيق تحديد العقوبة الإحالة إلى المحكمة الجزائية نحن ننوي أنه نحن نتكلم عن أثار ليس فقط العولة نحن نتكلم في كل مكان في مكة في المدينة بشكل عام في كل مناطق المملكة في أثار كثيرة صحيح وشكرا لك على التوضيح هذا الغانوني وشكرا لك دائما على تواجدكم العفو الله ويانا وبالعكس نحن مثلا قلات غادة مهتمين في هذه المرحلة الجاية وحنا كلنا نكون شركاء للوصول إلى رؤية المملكة عشرين ثلاثين شكرا لك ويعطيك ربي ألف عافية لك لك